فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال رحمه الله ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار اقتتل يعني تضارب ليس معناه أنهم تقاتل بالسلاح وإنما معناه تضارب كما في قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان وقال صلى الله عليه وسلم في الذي يمر أمام المصلي فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين يقاتله يعني يضربه نعم قال فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا لالأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهم الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصر قال رحمه الله فهذان الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهم الكتاب والسنة وسماهم الله بهما كما سمان المسلمين من قبل وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليسا من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصائحين الذي يقول يا للمهاجرين يعني يندبهم والذي يقول يا للأنصار يندبهم مع أن الجميع إخوة الجميع إخوة في الإيمان لا ينبغي هذا التقسيم من باب العصبية أما أن يقول أنا من المهاجرين وهذا يقول أنا من الأنصار من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل فهذا أمر محمود لفظ المهاجرين لفظ محمود ولفظ الأنصار لفظ محمود لكن إذا ذكره الإنسان من باب العصبية فإن هذا مذموم وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعوة الجاهلية ولما بين له صلى الله عليه وسلم السبب فيما حصل وأنه حصل اعتداء من المهاجر على الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعصب للمهاجر فالقال انصر أخاك ظالما أو مظلومة وبيّن أن نصر الظالم دفع الظلم عنه ونصر المظلوم دفع الظلم عنه ونصر الظالم منعه من ظلمه فهذا من إنصافه صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى هذا أننا نتداعى بدعوة الجاهلية وإنما نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالإنسان إذا اعتدي عليه لا ينادي بالعصبية ويدعو قومه ويريد أخذ الثار هذا من أمور الجاهلية وإنما إذا اعتدي عليه فإنه يطالق بحقه على مقتضى الكتاب والسنة وعند الحاكم المسلم حتى ينصف المظلوم من الظالم